عنده ريشة ويرسة وينقش ويشوف شو يطلع لك جمال هذا المخلوق الفنان شون يبدع بعقله هذا المختصر اللي هو بعد جز يوصل تسعين سنة يخرف لكن هو الايام قوته جمال عنده رهيب يصنع لوحة وبعب كذا مو هذا المعلول هذا المخلوق عنده هتش جمال عنده هتش معرفة فلابد للواهب للعل للخالق للموجد أنه يتصف بأرقى من هذه الصفة إذن صفة العلم تشهد عليها المعلولات أيضا تشهد أو عقلنات الكون يشهد على هناك عقل هناك مدبر هناك بديع أو مبدع طيب حتى وصل القصة أن النشتاين يقول يمكن تفسير الكون أو يمكن تنبؤ بالكون يمكن تفسير الكون هو كان يعرف كان يفهم الكون الساكن كان مؤمن بالكون الساكن مثل نيوتن بعدين لما التقى بهابول وشاف الأجرام تبتعد اعترف بأنه الكون موساكن الكون قاعد يتمدد لكن بقى على هذه القصة على أن الكون يمكن أن يفسر قال لك لأن الكون عاقل مرتب ما بفوضى يسميه عقلنا تلك الكون يمكن أن يفسر هذا ريانيشتاين هذا يمكن أن يفسر معناته هو يريد يصل إلى مستوى أنه يعرف كل شيء لا لكن هو مبهور بالعقلنا الموجودة بالهندسة الموجودة في مقابل نظرية ميكانيكا الكام اللي يقول لك لا احنا ما يمكن أن نتنبأ بالكون هذه صراعات بين ذرات ما يمكن أن نتنبأ ما سيحدث نحن نقول نعم حتى ميكانيكا الكام إذا تذكرون استدلينا بها على التوحيد نعم أنت لا يمكن تستوعب الكون ولا يمكن أن تتنبأ بالكون لأن هناك قيوم قدرة مطلقة أنت ما تستوعب غرض صفة العلم متأخرة عن صفة الحياة إذا ثبت أنه عالم فثبت أنه شنو أنه حي كيف يكون عالم وليس بحي علمه يشهد على حياته بعد وحياته تشهد على أنه عالم ما دام أنه حي لا بد أن يكون عالما لا يمكن أن يكون حيا ويدير كونه وهو ليس بعالم من هنا هذه الصفات حي عالم قادر إذا أثبتت وحد راح تثبت كلها بالتبع هذه تشهد على أن هذه الصفات شنو ذاتية هذه الصفات ذاتية معناته إذا استطعت أن تثبت صفة سوف تثبت البقية تبعا وخلينا نجيب فرج جامع لهذه الصفات هو عنوان واجب الوجود واجب الوجود واجب الوجود لا بد أن يكون حيا واجب الوجود لا بد أن يكون عالما واجب الوجود لا بد أن يكون قادرا واجب الوجود لا بد أن يكون أزليا لا معنى أن لا يكون أزلي لأنه واجب الوجود إذن إحنا نقدر نختصر هذه الصفات بهذه الكلمة بكلمتين في الواقع واجب الوجود لأنه لابد أن يكون لابد أن يكون موجودا هذه اللابدية تفرض علينا أن نقول أنه حي أنه عالم أنه قادر أنه أزلي وإلى ما شاء الله من صفات ذاتية وصفة كمال لأنه واجب الوجود فتحصل من ذلك أنه عالم لأنه واجب الوجود وصفة العلم تشهد على أنه حي لذلك لا معنى أن يكون عالم وليس بحي كذلك القدرة قدرة أيضا نفس معيار العلم والحياة لا يمكن أن يكون حيا عالما غير قادر لا هو قادر لا يخرج كونه عن قدرته بل هو مسيطر وقادر الذي يعبر عنه القرآن حي قيوم لاحظون دائما في الآيات هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم بمعنى هو قادر وبعد قيوم مهيمن على ملكه وعلى خلقه هذا الخلق متأما إلى أين يمتد لا يخرج عن قدرته مرة واحد يخلق شغله أو يسوي شغله وبعدين يقول خرجت عن إراتي فلت زمامها لأنه محدود الحق تبارك تعالى قيوم لا يخرج عن ملكه أحد لا يخرج عن قدرته أحد نعرف قيوميته شلون الدليل على قيوميته اللي قلنا القيومية يعني قدرة وقادر نستطيع أن نعرف قيوميته بما يرد على الألسان عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم واحد يقوم يفكر يسوي له شغله وفجأة تجي شغلتها عليه تخرب كل مشاريع كل أفكار أو نشاطات ليش معناته أنك أنت موحب للكون مبيدك الزر الكون مبيدك تضغط عليه وتروح تسوي كل شيء وأنك تعرف وتفسر وأنك لا أنت تفعل كذا وكذا لا إني أوتيته على علم غلط أنت أوتيته لأن الله أراد ذلك لأن الله شاء ذلك ولذلك يمكن أن يبطل خططك ويفشل أفكارك لأنه يثبت قيوميته على الخلق تماما مثل المعاق أب سالم أم سالمة يطلع بينهم معاق ليش لأن الله يثبت قيوميته من خلاله أنه ليس أنت الصانعة الله صانعة ليس أنت اللي توجد يروح يفحص الدم صحيح موافق الدمها وحياملة صحيحة نشطة وبيوضاتها حيحة صحيحة نشطة وإذن شن المانع أن يكون مولود صاحي المولود أحسن ما يكون المولود وإذا بعده يجفد واحد معاق ليش؟ لأنه ليس عرف جيناتك وجيناتها صحيحة أذن ليش أنت تتصار ما ندري شن السبب؟ ما نعرف يقولون ما تعرف لازم ما تعرف لأن الله هو القيوم لأنك مو أنت ما تقدر تدير الكون برياضيات وتقول أنا قرار الكون إلي لا مو إلك الله يثبت قيوميته بهذا الشيء كنت أن أقع لو لا سطر الله كنت أن أقتل لو لا سطر الله أنا أصل لهذا الشيء وما أعرف شنو صار وراح هاي اللي ما تعرف هاي اللي أنت تستثنيها يسموها التايهات اللي أنت ما تعرفها ما تدركها هذه هنا قيوميات الحق تعالى يعني مو إلك القرار الأخير مو إلك القرار الأخير لله القيوم جل جلاله وعظم شأنه إذن قيوميته واضحة هو يفرض ويشهد على قيوميته حياتنا التي نمر بها ونعيش بها في هذه الدنيا إلى هنا يمكن أن نقول أننا جئنا بإثباتات للحي للعلم للقدرة أصلا العلم والقدرة فرع الحياة أو تشهد على الحياة بالتالي معنى عالم أنه حي معنى قادر أنه حي ولكيف يكون قادر بعدين نعكس القصة لأنه حي لا بد أن يكون عالما لا بد أن يكون قادرا ما يمكن أن يكون حي وما عند علم ما يقدر يملك ما يقدر يدير أموره ما يقدر يدير ملكه لا بد أن يكون عالم أضف لذلك لا يمكن أن يتصف بالجهل أضف لذلك لازم أن يكون قادر وإلا ملكه يطلع عن قدرته ويفلت زمام الوجود قطعا لا إذن هو يبقى قادر وتشوف إذن صفات الصفات الذاتية كل صفة تشهد لنفسها بعد وتثبت غيرها وهذا تشهد على أن هذه الصفات ذاتية اللي نحن نقدر نجيب عنوان جامع لها اللي هو واجب الوجود جل جلاله وعظم شأنه وتباركت آلاءه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين